اشتركوا في القناة والودي يعني اقدم كل اللي يبيه الجمهور في مختلف الجنسيات بس مثل ما انت عارف دائما بالجلسات الغنائية يكون فيها مثلا بروفات التزامات معينة فاحنا محضرين جدول وفي احتمال يعني اذا حبيت اسافر مثل ما قلتي تكون فيها غانية على العود حين انت والعود هيك قصة غرام لا تنتهي خبرنا شو قصتك مع العود من اين تبدأ عشقك بالعود مترف والله من وانا صغير يعني كان عمري يمكن ثمان سنين او تسع سنين بس تعلمت العزف تقريبا في سن الثلاثة عشر سنة كنت اشوف الالة هذه يعني شيء لمس مع صوتها يحوشني احساس غريب بس كنت مستصعبها جدا يعني كنت ما كنت متخيل نفسي ان انا اعزف يوم اليوم بس اعزفت شو قصتك مع محمد عبدالوهاب خبرني قالوا لي كمانا في قصة غرام هي هذا هذا يعني موسيقار الاجيال طبعا ما ممر علي عمل يعني عادي بالنسبة بالنسبة لي انا يعني لمحمد عبدالوهاب احس اقريب بحاسيسة الكلمة لما يغنيها لما تطلع منها احسها مختلفة عن اي فنان اداء خاص في مدرسة 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 يعني اتبعتها اجيال ورح تتبعها اجيال ايضا يعني محمد عبدالوهاب الشخص تقريبا خنقول الاول او من الاوائل اه اللي اسس مدرسة جديدة صار فيها مكس بين الشرقي والغرب ما فيك تكون بتحب العود وما بتحب محمد عبدالوهاب طبعا ايه مو منطقية ايه طبعا طبعا ابيك تمر هي اخر اصداراتك الغنائية خبرني ادي سعيد بالاصداء هالاغنية خبرني ادي متفائل ادي جمهور هيك متحمس له عم بيردده شو عم تسمع والله كل خير يعني الغنية هذي احس يتب وقت انا ما كنت حاسب حسابة بصراحة بس يتب وقت جدا حلو احس كنت محتاج اللون هذا وفاقدة يعني كنت اسألة دور مثلا اصدقائي الملحنين والكتاب كنت عبيها اللون هذا يعني حاس انه مفقود وما قدمته من زمان فانعرض علي العمل بوقت اللي يعني ما تعطلنا على طول قلنا يلا ننفذ الاغنية ونسجل وسجلنا بوقت سريع وانطرحت بالاسواق وشفت الصدة يعني جدا جميل والناس حتى ردود الافعال تقول ان احنا كنا متعاطشين حق هاللون ودائما تطلب يعني بالسوشال ميديا وشديدة وصلنا رسائل يعني باي حفلة باي مناسبة يقولولي نبي نسمعها نبي نسمعها نبي نسمعها فالحمد الله يعني مطرف انت من الشباب الفناني الكويتية الشباب اللي اليوم موجودين بقوة على الساحة الفنية ومطلوبين كمان بقوة بالكونسرتس بالحفلات ولكن انا كجمهور عربي اليوم طالبك بتواجد اكتر عربي اكتر يكون بان عربي يعني تكون كمان اغانيك موجهة بلك للعالم العربي كله مش بس للخليج شو عم تعمل بهيدا الخصوص في مخطط لقدام لتكون انت اكتر متواجد باغاني بان عربي اكتر من بس تكون محصورة بالاغاني الخليجي بعرف كان عندك تجربة مصرية وحيدة ويتيمة يمكن هي عشرين سنة خبرني صحيح لا طبعا اللي تفضلت فيه شي مطلوب واكيد يعني الفن رسالة ورسالة موجهة هذه لكل شعوب العالم مش بس الوطن العربي بس الموضوع فيه تأني الفكرة موجودة طبعا من زمان ولكن هو مجرد تركيز في البدايات على المحيط او القليم اللي نحن فيه الخليجي يعني في مثلا يعني مثل ما تقولين تصير فيه افكار ان نقرب فيها للمستمع او الجمهور العربي على سبيل المثال مثلا اقول لتشيها بالالبوم القادم ان شاء الله راح يكون فيه هذا حصرية لتش راح يكون فيه واحدة من الاغاني ستايلها بالكامل من اي تزد لبناني مع لهجة خليجية مع لهجة بيضة خليجية بيضة مفهومة عند كل شعوب الوطن العربي لانه ساعات الواحد ما يحالف الحظ انه يلقى نص او شعر او كلام يعني لبناني او مصري اللي يعجب فيه فيستبدل باللهجة البيضة اللي يسمونها وانا اعيد الفكرة هذي طبعا بس الستايل كل من اي تزد واضح انه لبناني والالات اللي موظفينها وكل شي هي من كلمات عبدالله العماني والحان فهد الناصر وتوزيع ميشيل فاضل هذا مش اول تعاون بيكون مع ميشيل سبق وتعاملت معه بالشخص الوحيد صحيح ايه بالشخص الوحيد تجربة جميلة يعني ميشيل انسان مميز وموسيقي يعني خطير وعنده لمسات شديد واحد يحتاج ان يروح لها يعني موجودة عنده بس فحرصنا بالعمل هذا الثاني لان اللحن هو اصلا مرسوم بهالطريقة هذي فاللحن هو اليابي ميشيل هو بدي يروح لميشيل عرفت ايه فراح ونفذها وسمعناها ويعني كان كالعادة يعني جميعا عشرين سنة كانت تجربة تجربة وحيدة باللهجة المصرية أدع انت راضي عن هالأغنية او بتقولي لا ندمين انه نزلت لانه ما اخدت حق كتير لا انا ما اندمت على شيء ما اندم على عمل انا سويته وتعبت عليه اكيد ولكن موضوع اللي تسويق اكثر كان يمكن تسويق يمكن ما ادري شنو الظروف بس حتى لو هي ما يعني لغت استحسان كثير من الجماهير هذا مو ذنبي يعني انا عن نفسي راضي اني قدمت العمل على اكمل وجه من ناحية توزيع تنفيذ الالات تركيب الصوت وسافرت وتعبت على هالعمل بالعكس انا فخور فيه والاكثر ان الاغنية هذه انا اقولها بصراحة يعني انا كنت حاب بالموضوع ولها قصة يعني وحاب اللحن الجملة كلها كنت حابها وانا بغنيها لي انا بغنيها ويتتكلم عن مرة يعني انا ما اخد دور راوي فيها مرة شافت الكثير وعانت وكذا من عشرين سنة وموضوعها كان يعني جدا جميل ومؤثر كانت مرسم لها فكرة اكبر بتصوير وشذي ولكن ما صار والاغنية هذه مكتوبة وملحنة من فترة طويلة من سنين طويلة وكانت للفنانة الراحلة واردة الجزائرية اي فشعت الظروف انها تكون من الصيبي وحلوها الخبرية وشو سكوب طبعا اخذنا منك هذه قصتها يعني انا حاب الغنية شكرا لك مطر ايام لي لوالهاجر من دون سبا ايش خفو كفي ايام لي خفو خسار اشتركوا في القناة